مرحبا انا اسمي ايدي حبيبتك الكيوت شايف كيف انت محظوظ فيني بس لا تقلق احنا مو في حلم هذا منزلنا الجميل وات ايش انت مين حبستني يندري الاي اي المجنونة واذا حولت اهرب منها حتكتلني فاليوم حنشغل الذكاء البيكاوي وحنحاول نتغلب على يندري وقبل لا نبدأ لا تنسوا تفجروا المقطع لايكات وتشتركوا في القناة اذا ما اشتركوا وخلونا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوي ايش بام عصبة كذا المهمة حقتي الاساسية اني انا اهرب منها سلمني داري ايش بام عصبة كيف حالك الحمدالله انا كويسة شكرا على سؤالك انا ايدي حبيبتك الكيوت كيف اخلي يومك اكثر سعادة ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير اه ديو لوف مي واسألها تحبيني اوه انا مرة مبسوطة عشان قلت تحبيني يا بيكاتشان وانا احبك اكبر من اي شيء العالم اوه سمعتني يقول انا ما قلتلك انا احبك انا ما قلتلك انا احبك لحين هي مبسوطة اوه ما لابسها ليه وصخة ياخي نسألها قلت لها ليش ما لابسك وصخة ااسفة يا سينباي ما انتبهت لثيابي الوصخة كنت مركزة عليك ونسيت نفسي ممكن يعني تروح تنظفي نفسك اكيد سينباي كل شيء لعيونك لا لا شوفوا الصور في صورة حرب وانفجار أقدر أضغط هنا بسم الله أشوف خلفيتها هنا سيمباي لاحظت حماسة الخبز تبغى أسويلك ساندويش؟ بسم الله الرحمن الرحيم جهتني أقول لها يس إيوه ممتاز سيمباي الحين بتضبط لك أحلى خبز من إيدي حتاكل أصابعك وراها أنت كذابة تقولي أبغى أسوي لك وما تسوي كذابة وما شوفوا كيف الجدر لاصق فينا بس هي حب ثاني يا جماعة شوفوا هذا المخرج حلو؟ إحنا الأساس حقنا لازم نهرب من المكان لو خرجت ايش تسوي؟ وين بتروح يا سيمباي؟ مح اسمح لك تتركني أبداً لأن إحنا حنعيش للأبد مع بعض لا تتحداني ولا بيصير شي ما يرضيك طيب صلي عن نبي أهدي انتمزح معاك وقل لها أبغى أجيب حليب ما يحتاج الحين أجيب لك الحليب من الثلقة يا حبي وقلها ما فيه أصلاً حليب في الثلاجة أنا لازم أروح أشتريه بنفسي شو بش تقول؟ لا سيمباي ما يصيره تتركني كده أنا باهتمي لموضوع الحليب والمفروض ما تفكر للحظة تروح لأنك حقي أنا لوحدي لوحدي يا حرمة صلي عن نبي إحنا حنكوب مع بعض أسمعيني وفهميني بس البيبي يبا حليب خي نكذب عليها شو بش تسوي؟ أوي البيبي يبا حليب طيب قول كده من الأول بس أوعدني أنك ترقع بدري وما تتأخر عليه رضيات وانتبه لنفسك يا حبي اوماي جال ضحكت عليها من جد قلت لها أكيد حرجع لك يا حبيبتي لأنه أنا ما عندي غيرك وما عندي إلا ولدنا صحيح كلامك ما عندك أحد غيري أنا والبيبي انتبه لنفسك وأرجع بسرعة أحبك سيمباي لا تقلقي يا حبيبتي بأرجع في لمح البصر لا تخافي أبدا وربي عقل يندري من عقل يندري عقلي يندراوي يا حبيبتي أنا أفهمك وانت تفهميني أو على أساس انك تفهميني بس أنا قاعد أضحك عليكي أقدر أخرج الزحين ولا لا حاكون دائما موجودة يلا خليني أمشي يارب انها مات تذبحين يا محفنا يا محفنا يا محفنا خدعتني خدعتني المحف وات إيش اللي صار هذه هبلة هذه تستهبل علي أنا زعلان منك أنا زعلان منك ليش زعلان منه ليش غدرت فيني وقتلتيني أنا قتلتك مستحيل آذيك يا حبي سامحني أرجوك ليش أنت مجنونة ليش مجنونة عصبة ليش تقول عني كده أنا مجنونة بحبك يا سيمباي ومستحيل أخليك تهرب هل تعتقد أنك ستحرق مني؟ يا واد عصبت يا واد عصبت يا واد أهجلي يا كلبة يا حيوانة يا حيوانة وربي وربي إن ما تهجدي عني أنقلعي وشكلها وربي وربي قتلتني سيمباي شكلك تعبان ليه ما ترتاح على الكنبو ارتاحنا والحين بجب لك شاي أو بسوي لك مساق خليني اهتم فيك تقول تسوي لي شاي يلا أنا بجلسينا طب يلا هيا أسوي الشاي أنت زي العسل يا سيمباي خليني أروح أسوي لك الشاي وأقيك والله من جد رحة تسوي لي شاي يا شي قل تقول أنا رجعت يا سلام شكرا شكرا فينا الشاهي والله الشاهي كويس بس ناقصوا شوية سكر السيفة يا سيمباي آه تعتذر نسيت أحط السكر بقى ضابطه الحين وإن شاء الله بيعجبك أوكي الله اهتم فينا يا جماعة خليها تحبسنا إن شاء الله لبكرة عادي بقول لها شك أوكي أوكي يا حلوة شكرا سيمباي أحرجتني الحين بقى أجيب السكر الله راحت بسطة تجيبك بتسوي حركات أعرف أخر فين أنا شايفين كيف بقول لها فينك وينك يا حرمة يا عزي لا تقول هذا الكلام ترك تحرجني أوماي جاد طلعت سكينة أمسك السكينة أمسك السكينة بقول لها ليش شايلة سكينة ليش شايلة سكينة بيدك اتوقع إنه يثير الحماس بيننا بس لا تألق يا سيمباي أنا ما حقا ذيك إذا ما تركتني لا 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 لو سمحتين ما نبغى ما نبغى هذا النوع من أنواع الحماس ما يوم بقول لها أنا مش حهرب منك أبدا بس شايلة سكينة شايلة سكينة سيمباي انتمر عسل مبسوطة إنك ما حتتركني أبدا وحنفضل للأبد مع بعض وش رايك ننسى موضوع السكينة ونركز على سعادتنا أبا قل لها أعطيني السكينة اللي معاك هل تتوقعوا تعطيني ولا لا آسفة عصبت ما حي أعطيك السكينة خطيرة عليك وش رايك نسوي حاجة ثانية عصبت ما تبقوا تعطيني أبا قل لها خديني لفة في البيت اش رايكم بالطبع والله رضيات عادي تعال معاي سيمباي يلا خلينا خلينا مشي وراها بوريك الغرفة والركن الخاص وهذا السيب بس يعني وريني كمان أبقى أشوف توقفي ليش قاعد تطالع فيني تعال سيمباي نرقع للصالة ايش ودك القولة الثانية تبغى أوريك المطبخ ولا الحمامات خلينا نخرج نتعشى برا اش رايك نرح مبعد مع سيمباي أوكي خلينا نشوف ايش ممكن تسوي والله من جدي بتسويها أنا متحمسة كتير سويلك عشاء رومانسي وبحضر لك أطباقك اللي تحبها طيب بتضبط لي تقول الأكل طيب يلا خلاص حباتها تصدقو حباتك وبقول لها ها فهنا الأكل سيمباي ما تشوف الأكل موجود على الطاولة واعين على الطاولة انت تضحكي علي هادي هادي تتخيل ان احنا قاعدين نتعشى اوكي خلية نضحك عليها اقول لها واو مرة لزيز مبسوطة انه عجبك يا سينباي طبخت لك الاكل بكل حب ماذا؟ انبسطا والله اتعندكم بصام شخصية خلية نضحك عليها في شيء ان اقول لها بطني يعورني من الاكل اسفة سينباي يمكن الاكل مناسبك الان بيجيب لك موية ودواء عشان تصير احسن خذيني عن المستشفى انا مرة تعبان لا مح اخليك تروح المستشفى انا باهتم فيك وحتصير احسن تقول لي لا موتي قالوا قاعد اموت انا بقول له انا قاعد اموت لا يا سينباي لا تقولوا كذا مح اسمح لك تموت رح اهتم فيك وبصحتك لا تتركني ارجوك خلاص ابكطع عليك فيك انا حاولت ان اخرج بس انت من انت راضية فانا صراحة خلاص بخرج ما بغاكي كيف تجرؤ على تركي مح اسمح لك تتركني ابدا انت ملكي انا فقط انا وحتندم اذا تركتني يا مامي شوفك ليش ضربتيني احقورتني اسفة سينباي ولكن انت جرحتني خفت بمجرد ذكرت موضوع الانفصال ما اقدر اتركك لاني احبك حاول تفهم احساسي وحاول ما اعصب انا ما ابغى اذيكي واو نقصت قلب مني والله فجعتني لو جربت اخرجي شا تسوي؟ تخرجيني بسرعة ما بقعد عندك فك الباب بسرعة فك الباب المكان بالخارج غير امن لك يا سينباي انا راح احميك هنا ثق بي اذا ما فكيت الباب احا اتركك للابد لا يا سينباي انا ما ابغى اخسرك يلا ما راح افتح لك الباب ولكن ممكن نتكلم عن الموضوع ونحاول نحافظ على حبنا ولكن لا تتركني ارجوك لا تزعليني فك الباب انت بتهددني كيف تجرؤ يا سينباي لا تتلاعب معي بكلامك لاني ما راح افتح لك الباب مهما قلت انت ملكي وما راح اخليك تتركني لا تعصبني والله البنت هذه اتجننت يا شباب تريد طريقة ثانية انقدر نهرب منها بك الباب خلاص هلكتيني هيا نرقص هيا لاتت واد هيا سينباي نرقص black pink in the area طب اش رايش لازم نكذب عليها عشان نخليها تفتح الباب نقول لها يا حبيبتي انا طابت بيتزا والبيتزا جيدة حين فلازم نفتح الباب للي وصل الطلب اوكي اوه بيتزا فكت الباب شكلها لذيذة فكت الباب فكت الباب يلا روح حسين باي ولا تتأخذ هل تعتقد أنك يمكنك تساعد مني؟ انتظر معي لبداً مقتلتني مقتلتني مقتلتني